برضو في نفس السياق اللي بنتكلم فيه النهاردة الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى بالسيد محمد بن أحمد البوردي ده عضو مجلس الوزراء الإماراتي ووزير الدولة لشؤون الدفاع وكان معاه وفد مرافق لي موجودين في مصر حاليا علشان يحضروا هذا المعرض المهم واللقاء كمان كان فرصة لتناول أهم المستجدات والمتغيرات اللي موجودة في المنطقة العربية في الظل طبعا الظروف الرهيبة نتابع مع حضرتكم التقى الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي السيد محمد بن أحمد البوردي عضو مجلس الوزراء الإماراتي وزير الدولة لشؤون الدفاع والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا لحضور المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إدكس 2018 تناول اللقاء أهم المستجدات والمتغيرات المتلاحقة على الساحة الإقليمية في ظل الظروف الرهنة كما ناقشا الجانبان سبل دعم التعاون وتعزيز العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكل البلدين في مختلف المجالات وأعرب وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي عن تمنياته بنجاح معرض إدكس 2018 الذي يعد من أهم الملتقيات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط من جانبه رحب القائد العام بمشاركة عدد من الشركات الإماراتية والوفود الرسمية بالمعرض على أرض بلدهم الثاني مصر حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة اشتركوا في القناة